موسيقى في أفقي العمل أكثر والنضال أكثر في المستقبل جينا أيضا باش نجمعوا النقاط العالقة من ملفيلان طلبي من أجل الدفاع عنها مستقبلا وعلى رأس النقاط هي تجويد الإطار لأن الإطار الذي أعطيه للإخوة الإدارية ككل ولسائل المديرات والمديرين هو إطار فارغ نحن بغينا على أن ذلك الإطار تكون عنده واحد تتعويض على الإطار ليست تعويض على المهام بوحدها ولكن بغينا تعويض على الإطار حتى يبقى مستمرا ويضمن لنا الكرامة في المستقبل بالنسبة لنا كجمعية منذ المؤسمر دينا الأول والثاني وهو نحن على مشارف نديره للمؤسمر الثالث الهدف دينا أساسا حققنا مجموعة من المطالب كان عندنا الأفق الأول هو الكرامة والإطار الحمد لله أن الجمعية مع التنسيق ويستطيعنا أن نصلها إلى الهدف الأساسي اللي كان عندنا هو الإطار وأما الكرامة فهي كرامة تعتبر شخصية بحل بحل وطنية كرامة يجب أن يناضل من أجلها بشكل فرضي أن يناضل الإنسان من أجل أن يحافظ على كرامته كما كان العهد مع أجدادنا وأبائنا الذين حملوا لنا أهم شيء نعيش فيه الآن اللي هي الاستقلال لطبيعة الأهل بحل وطنية لذلك أيضا جينا باش نهضرو على واحد القضية تأمسو فيها الإخوان اللي كانوا مديرين مزاوين سابقا فهالترقية هذه دي الواحد وعشرين درت بمسارين لم ينصف في هذه المسارين هذه الطريقة لم تنصف الإخوة دينا القدماء بدليل على أنه هناك من طرق ومزداد في سنة السبعين ورقية معه أستاذ اشتغل في المهنة منذ ثمينيو سبعين بمعنى منذ أن كان الآخر سنتين وترقوا في نفس الإطار هذا الذي نعتبره إجحافا في حق هذه الأطور القديمة طبيعة الحال خصوصا وأن فيها الكثير والكثير منهم هم مقبلون عن التقاعد ومنهم من تقاعد أيضا عندنا واحد الميلة ونحن تسملنا منذ 2016 عندنا مجموعة دي الناس اللي تقاعدت نريد أن ننصفها أيضا وأن نحتسب لها الإطار منذ 2016 أيضا والأساس هو أن نحطها بطبيعة الحال جمعية هنا على الأرض من أجل أن تكون الأرضية صلبة وهي تصليب الآدات التنظيمية بما في ذلك الفروع الإقليمية والفروع الجهوية والمكتب الوطني والمجلس الوطني وتوسيع من خراطات ديال الجمعية وفق القانون الأساسي ديال الجمعية بهدف تكون لدينا وحد الآدات اللي غادي ننضلوا بها في المستقبلان سواء السعيد الميهاني أو السعيد المطلبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر